اهلا بكم اول المخدرات ولع واخرها نار محرقة تزهق ارواح متعاطيها موضوعنا في هذه الحلقة هو الادمان على المخدرات عدد المتعاطين لمخدر الحشيش بالمغرب يفوق 500 ألف شخص وما بين 10 ألاف و15 ألف شخص بالمغرب يتعاطون لمادة الكوكايين نفس العدد تقريبا يهم الأشخاص المتعاطين لمادة الهروين الادمان على المخدرات يشهد انتشارا واسعا في مختلف الأوساط وخصوصا بين الطلاب الجامعات والمدارس كيف تصل المخدرات إلى متعاطيها؟ من هي الفئة التي تتعاطاها؟ وما هي ظروف هذا التعاطي الذي يصل إلى حد الإدمان؟ وما هي انعكاساتها على صحة متعاطيها وعلى مصار حياته النفسية والاجتماعية؟ هذه الأسئلة وأخرى سنحاول مناقشتها هنا بالبلاتو مع الدكتورة أمينا برقاش اختصاصية في العلاج النفسي للأطفال والمراهقين والعلاج العائلي النسقي ومستشارة البرنامج مرحبا بك دكتورة شكرا جزيلا مرحبا ونرحب كذلك معنا مع الشكر بالدكتور جلال التوفيق الخبير المغربي في مكافحة المخدرات ومدير المستشفى الاستشفائي الرازي للأمراض العقلية والنفسية بسلاة مرحبا وشكرا على قبول دعوة برنامج بصراحة شكرا جزيلا مرحبا طيب كما تتبعتم ربما حاولنا أن نبدأ بمجموعة من الأرقام يعني أرقام تحدد لنا حجم التعاطي للمخدرات نسبة الأشخاص المتعاطين كما بدأنا لمخدر الحشيش بالمغرب تنازه 90% أي ما يفوق 500 ألف شخص يعني ما بين 10 ألف و 15 ألف شخص يتعاطوا من هذا المخدر ما بين ربما الكوكايين والهيروين هنا ربما تحديدا دكتور التوفيق هل لازالت هذه الأرقام هي هي أم ربما ارتفعت هل تم تحيين الإحصائيات فيما يتعلق بهذه الأرقام أولا الأخت الكريمة بسرعة هم هي أرقام مخيفة على ما أظن مخيفة هذا هو المشكل أخت الكريمة أولا من نسوش بأنه أي بلد لعندها أرقام فهذا يشرفها يشرف البلد لأنه ليس يجعل البلدان في العالم عندهم أرقام خصوصا في البلدان التي هي مماثلة للمغرب وخصوصا في المنطقة الأفريقية والشمال الأفريقية والشرق أوسط فهذا يشرف أولا المغرب ويشرف وزارة الصحة ثانيا الأخت الكريمة كون أن المغرب عنده أرقام فهذا شيء واحد وهو أن المغرب يسس سياسة الصحة العمومية على معطيات علمية ما تسهل عليه عملية وضع اليد في مكان من الخطر لا يسس سياساته على المجازفات وعلى النظريات وعلى الفرضيات يسس على واقع وهذا من الميزات الدول المتقدمة دول المتقدمة كلها تسس وكتوضع السياسات الدولة العمومية على معطيات علمية ثالثان ودول المهم أيضا ما نسوش بأن الحصول على هذه المعلومات هذه حق من حق المواطن في أي بلد دين الديموقراطية ودين الحرية من حق المواطن أنه يوصل لمعلومة ويعرف ما هو الوضعية في البلد بالنسبة للمشكلة المؤين يمكن يكون مرض السكري يمكن يكون مرض الإدمان يمكن يكون مرض مثلا أو لا مظاهر كالصارقة مثلا أو للإجرام إلى آخر فهذا كيشرف لأنه الأسف الشديد الذي لاحظنا الأخت الكريمة ودي قوس كان فتحه وكان نغلقه لأنه كوني عندي شرف أنه مدير المرصد المغربي للإدمان المختيرات وهذا والوظيفة المرصد وهي جمع المعلومات كنشوف بأنه كان واحد مجزفة في الإعلام وكان واحد من الطرويع والتهويل بالأرقام اللي كانوا وضفوها الإغراض اللي مش هي الأغراض اللي الأرقام درت لها الحصائية ما درتش باش نكونوا واحد مجزفة واحد من التهويل أو للطرعيب في العمق شنو هي الأهداف ديلا الأهداف ديلا هو نعرفه الواقع أولا ثانيا نقومه بنفس العملية باحد نعمل استرسال باش نشوفوا ما هو التطور ديلا الأمور لأن الأخت كريمة لو كان ما يتقلن لو اليوم المغربي أولا باش نبسرعة المغربي راهوه في المعدل العالمي 4.4% ديلا الساكن اللي وفق من 17 سنة اللي عنده مشكلة الإدمان أو مشكلة التعاطي عفوان المخدرات فكي وضع المغربي في المستوى المعدل العالمي لو 4% ماشي بحال كيندولي كتار منا بزاف وكيندولي قل منا احنا في الأولا باش المشاهد الكريمة عرفي أنا مغرب في المعدل العالم نعم مقارنة يعني بدول أخرى نخفوش من هاد الشحنة نعم المشكلة التانية الأخت كريمة هو أنه كما قلت لك لاش غدين جازفوا بأمور اللي هي حقيقة بالعكس هي كان نوضفوها لصالح المواطن من اللي كان عرفوا مثلا بأنه واحد المشكلة بهذا الخطورة هذي أو لا بهذا الكيمية هذي أو لا بهذا كيف هذا بهذا الحجم كان خصولوا الإمكانيات والموارد قبل أن طرحتي للسؤال قد تريدوه واشهد يعني واشهد يعني واشهد يعني واشهد تطور دراسة وحدة ما كتكفيش دراسة وحدة كتعطيك واحد كما كتكقول واحد سنابشوت يعني كتعطيك واحد صورة في واحد الوقت الموين نعم إنه مش نولي أهم الأخت كريمة وهو أن نعود أن نكرره من هذك الدراسات بنفس المنهاجية العلمية إنها كان قوانين وكين واحد النوع دي اللي بغتقول يعني واحد طرق واحد المنهاجية باش كنقوموا بهذا بهذا منهاجية دقيقة علمية دقيقة علمية وكننكررها باش كنشوفو ما يسمى بالتطور أو لا المعطية التطورية أو لا الموضيف وليتيف مثلا دي هذ المرض هذا واش تزاد هذ الإدمار شو تزاد وما تزادش عشو يتزاد فيه عشناه مثلا دواها الجديدة ربما مجموعة من الدراسات اللي كتم يعني المقارنة بينها وهي اللي غيرتقوم بها ويرتقوم بها وزارة الصحة صحة ان شاء الله في 2017 اللي غيرتورينا كيفاش نتقل المريب من 2006 في 2017 في هذا العشر سنين هذه والتكرار دي دراسات هذه وتطور دي الإدمان هو اللي كان إدمان دائما هو اللي كان السؤالي السياسة الصحة العمومية تماما طيب ربما دكتوري يعني الكل يتساءل حول هذا الإدمان هل هو عادة أم مرض أولا أود في المدخلة القصيرة ديلي على أن يعني ماشي نتجنب تدخل في التعريف والخصوصيات إلى آخره يعني بجانبي أستاذ أستاذيق العزيز الدكتور توفيق جلال اللي عنده إلمام عنده أهلية باش يمكن يتناول الموضوع وتكون استفادة أكتر أنا ماشي نحوم بصفة عما حول بعض التأملات اللي كتختار في البلد يلي يعني ماشي مختصة في الموضوع بطريقة مباشرة نعم إذن من هنا كنقول على أن اللي كهمنا هي على أن لما كنتناولوا أي موضوع أي موضوع ما يمكن ما يمكنش نتناولوا بالنسبة المخدرات المخدر دائما نريد أن نطلقوا من واحد المثلت اللي هو المخدر واللي هو الشخص اللي كيتناول المخدر واللي هو الوضعية اللي هو فيها وهذا يعطينا نظراء للسياق العام نعم فمثلا على أن كينا فرضيا عنده فرضيا كينا جمع معي بعد الأمثلة مثلا من تعاطي من الفرض اللي كيتناول مثلا المخدر سواء كالحشيش إلى خيره كان عرفوا على أن مثلا نفس المراهقة كثيرا ما كيكونوا كيجيش واحد كيتناول مرة الأولى مثلا الحشيش وكتحدث له حالة من الرؤى من الإرهاب من الهلاويس ومن كده يعني واحد درجة خطيرة نعم وأحيانا كيمكن واحد يعني شاب يتناول مثلا واحد النوع دي هالحشيش شي حاجة الحشيش وما يوقع له حتى شي حاجة يعني وما يعود شي يستعمله يعني يعني التجاوب مع المخدر كتختلف من شخص من شخص لأن اللي هو مهم وما حتى تفعل دي الجسم دي الشخص لا ماشي دي الجسم ماشي يعني لأن هي نحط الموضوع في هذه التلاتية لأن العلاقة بين الأشياء ممكن شي نجغده المخدر بحده لأن كل شخص مش يتعامل مع المخدر لحسب الوضعية ديال والوجدن ديال والإحباط ديال والحرمن ديال والظروف الاجتماعي هذه من ضمن المسببات أو دوافع تخليها للأشخاص يتعطون فرداً وجماعة جماعة كنعرف مثلاً بعض الثقافات مثلاً في العالم لما كتكون في أحد الظروف لإشتراح وحد الظروف لدمحل وحد الظروف كتبع عرضة أي حاجة لما كتجير أي مخدر كيهلك نعم نذكر على سبيل المثال مثلاً على أن في الأمريكا اللاتينية الهنود الحمر مثلاً على أن كيقول بابلو نيرودا الشعير الشيلي على أن لما جاهم الاستعمار الغاز والإسباني لهم كانوا ما كانوا شي كيتناولوا مثلاً قلق بدوا كيدخلوا في الاستلاب بالتدريج بالقوة وكذا ومبعد بلطف وحد النوع ديال كيعطوهم مثلاً الكوحول اللو كيعطوهم يشربوا ولو كيشربوا ما كانوا شي متعودين كيشربوا وقدوا عليهم تماماً بابلو نيرودا كيقول يعني كانت آخر طريقة اللي باش قضاءوا عليهم يعني كانوا رجعوا الإنكاس مثلاً في المكسيك كانت عندهم الكوكا كيستعملوها في بعض الحالات في بعض يعني ريتويل بعض التقوص الدينية ديالهم بانتدام لما دخل الغاز يعني ولو كيستعملوها بواحد الطريقة مبالغ فيها وكذا وصقطوا يعني في الأحضان ديال التعاطي وعملوا بهم اللي بغوا على هذا الأساس دكتورة يعني من خلال هذا الجرد اللي هو قيم جداً بالنسبة للمشاهدين هل يعني هذا التعاطي للمخدرات اللي كيصبح ربما كيتحول إلى إدمان هل هو عادة أم مرض لا أنا بالنسبة لي مرض 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 نعم بالنسبة لي مرض لأنك ما تتكلم مثلاً دكتور تفيقى لما كيقول لك على أن الوزارة مكلفة وخص تصنيف وخص كده وخص كده مش هي هيدو صفي ما خلاش يؤمن بب هذا اللي كيناه هو على أن باش نزولون الناس لما كنت كنت راح المثال على الاستعمال الجماعي في بعض هذه السنوات في المغرب كانت وحد الفئة الناس كتتعطى الكيف يقول كان عندهم واحدة نعدة تهمش ولكن ما كان شيش حاجة كتتغ بالسفر كثقافة سائدة يعني علم اللي اليوم في الأوسط الجامعية في الطلابة في كده لأن اللي خصني متغ هي على أن بنسبة تجربتي كلينيكية كل مرة كينا الناس أصغر سنن كتلتح بما هذا هو الخطير نعم هو هذا نعم طيب دكتور جال التوفيق يعني دائما نبقى في هذه القضية ديال مرض أم عادة وربما احنا من خلال هذا التصنيف نقش ربما الفئة المستهدفة من هذا باش مشاهد كريم يفهم كشنو كي يوقع كان ترقو أولا من من واحد الفرصة المعينة التي تعتر واحد شخص نعم أنه يتلقى بواحد المادة معينة الشخص يمكن عنده 14-15 سنة ناخده مثلا السجائر السجائر هي كما تتعلم في الأخت الكريمة ما ذكرتيها في المقدمة ديالك ولكن هي أخبط ويا يعني أسوأ مخدر على وجه الأرض يمكن تعطيل إدمان أكتر ويمكن تقتل كتر لأن التيبغ يقتل ستد المليون ديالن في العالم بحيث أن المواد الخورة كلها واحد فسيلا جمليون يعني باش المستعمع بأن التيبغ والتدخين هو أخطر مخدر على وجه الأرض تماما والذي يعطي الإدمان والأقوى على وجه الأرض نعم نعم واحد الشخص يتعرض لمادة معينة واحد نيطاق معين خرج في الليل مع أصحابه ولا مثلا في المدراسة ولا تعطيت له في الحي ولا إلى آخر يستعمل هذا المخدر هنا كان واحد تجريبا هي أولية ديالربة هذين قدروا نصط الحولية لعدو السلوكية هذا نسميه لإستعمال أولي نعم إكتشاف أو ربما فضول إكتشاف تجريبة إلى آخر يكون ضغط الأقرار يكون هذا يكون من الإعجاب مثلا هذا الضرف الأولي الضرف الأولي الشو يجعل شخص أنه يستعمل هذا المخدر ويقلع عليه توقف صافي تقول كان كمية مرة حدا في حياتي فضول ما عجبني ووقفت يعني لو كانت الحالة تكون لها في هذا ما ينقش الأسف شديد شو يجعل أنه شخص أو واحد آخر أنه يكرر الاستعمال يعني يدوز من المرة إلى ثلاثة أربعة خمسة عشرين مرة ومن بعد يقلع أو لا هذا التكرار يقول بعد منه الإفراط ما هو الإفراط الفرق ما بين الإفراط أو الإدمان نعم الإفراط هو الشخص مثلا الذي سيكمل مثلا نأخذه التيب أو الحشيش أو اللي بريتو غير مثلا السبت الحد ولكن ثلاثة وثلاثة وثلاثة وخمسة جمعة يمش من دراسة لا يوجد مشكل لا يوجد شيء مشكل بالسبب المشكل هذا ما يجعل أن هذا الشخص أو قارن أو الماتلة يدوز من الإفراط الإدمان يعني أن نخص كل نهار الحياة دياله كالدور حول اللجوء وحول حصول على ذاك المادة ليأخذها لأنه عنده إكراهات فيزيولوجية ونوروبيولوجية التي تجعل أنه لا يمكن شيء قلع عليها وليخص مثلا كل نهار أنه إما يستعمل الهيروين إما الكوكاين إما تيبغ إما الكحول إما إلى آخرين في هذه أخت كريمة في هذه إلا بغيت تقول في هذه الأشوات المراحل كان عوامل اللي هي بيئية كان عوامل اللي هي نوروبيولوجية وكان عوامل كان عوامل دي العرضة وعوامل دي الويقاية بمعنى ملكة كل عوامل دي العرضة أكثر من العوامل دي الويقاية نعطيك مثال نعم مثلا واحد شخص اللي دخل في الاستعمال الأولي وكان مثلا مراقب أبويا كان عنده واحد نوع من الاستقرار العائلي كان عنده مثلا واحد نوع من مرجعية اللي هي مرجعية مثلا ديال حب النفس حب الدات القوة على مثلا أنه يقول أنه يرفض بعض الأمور أنه ما ينساقش معها كوازع أخلاقي كوازع أخلاقي لا أخلاقي حتى نفسي نفسي نعم بالنسبة لتقاف النفس العزالة للنفس كهرامة النفس الأخرى أنه مؤهل أنه يقول لا أنه مؤهل أنه مثلا حتى يكون فيه واحد نوع حتى الأصدقاء دينه يمكن يدافع على نفسه وحد نوع من المواجهة مناعة مثلا مناعة مناعة حصانة وحد نوع تحدي تحدي ديال ذاك الضغوطات اللي كينا نعم كي الناس اللي ما عندهمش هذا ولي كي يكرر ربما هذا هو من نوع في أليك تسقط فضل براتي المراقبة الأباوية ما كيناش تتبع الأباوية ما كيانش العزالة النفس ما كيناش تحب النفس ما كيانش إلى آخرية إلى آخرية إلى آخرية نعم ومعد مشي هاتشي مشي كافي الأخت كريمة بشي أعطي الإدمان هاتشي اللي بغير الرسالة بغير تموصل للمشاهد الكريم الإدمان هو مرض نوروبيولوجي ديال الدماغ مرض مزمن بانتكاسات مرض مزمن الحمد لله الحمد لله ليش مزمن بانتكاسات لأنه القاعدة هذا المدمن أنه رجع الإدمان دياله والاستثناء أنه يقلع عليه بسرعة ذاك شي علاش الانتكاسات أنا سأتي لهذا الانتكاسة لأنه ربما في حالة يعني الإقلاع سنأتي لهذا النقطة اللي هي مهمة في حالة الإقلاع هناك بعض الحالات دي الانتكاسة يعني يعودون يعودون لها قاعدة الأخت الكريمة وعليش أنا أضروف القاعدة دياله بش نفسروا العائلات بأن نورا الإدمان مشي قاعدة ديال الحلاقم كان أعطيهم ليس انتيبيوتيك تيقول لكم أجيب الرليا ولدي مثل من الولد كينتاكس تيقول لكم مدر تيوال والولد وراء هاتي نأضروف في العلاج أكيد لأن هذه النقطة دي الانتكاسة مهمة علش عدرت في القضية الأخت الكريمة علش مهمة جدا لأن المغرب عكس بعد الدول والمغرب كان رائد في القضية نحسن أشوف نفتخره بأمور لك نديرها نشرفنا أمور اللي عنا فيها واحد نعمة الرياضة ونهضروفها يعني بكل وضوح وضع وزارة الصحة وضعات نعم هذه الجملة دي لأن الإدمان هو مرض مزمن بانتكاسات في الاستراتيجية دي لها وفي مختطة العملية دي لها علش لنشاه التابعة دي لها التابعة دي لها أنه كل مغربي للأسف شديد ولا معرض لإدمان هو ضحية إدمان نعم يجب أن يتطبب يكون لديه أحد الإسقاط عليه للتطبيب للتطبيب وحق الحق دي لها في اللجوء كمرض السكري مرض الارتفاع الضغط التماوي مرض الروماتيزم الأخير مرض السرطان نعم بكل مراحل ربما حتى الإدمان عنده مراحل أربع مراحل دي لها العلاج أنا الإدمان لا كان بزعب المراحل مشي أربع كان بزعب ولكن ولكن الشهر ربما هي المهدمين منحقه المواطن المغربي اللي عنده الإدمان خصوه عرف أنا منحقه أنت طبيب ومنحقه أنت كفلوا به ونقضوا للمساعدة طيب دكتورة لديك يعني تعقيف هذه النقطة هذه بالذات لا أنا فقط بغيت تنأكد هي كما قلت في الأول نعم وهو اللي جاء في الكلام دياله على أن ما نجردوشي الأشياء كي خص العلاقة بين الأشياء هي اللي مهمة هي اللي تعطينا نادرة شمولية المشكلة دي المخدرات ما نصبح شي قضية وطنية فقط بل هي قضية عالمية عالمية مع هات زمن دلعولة ما وطي تصبح يعني خصوصا لما مش نشوفه مثلا هنا في الشمال لأن أفها كبرى وورا وعنده معلومات أكتر في المغرب لأن لما ديك شاب رغب عنده مثلا عنده هشاشة وعنده صعوبة فعلا هذا ما كنت سأطرع عليك يعني إلى أي حد ربما من جايب النفسي دكتورة لا هذا لأن ده بالآن صبحت يعني المخدر كي يعترض له لأنه كما قال وكينا تغييرات نوره في الدماغ ديماغ نعم ولكن هي الهيروين مثلا هي كتجي عنده الكحول هي كتجي عنده لأن كينا الاستثمار ديال احنا مثلا في مناطق الشمال كينا الناس اللي كيتتجروا كينا كاد وكينا على أن كتستهدف الشباب بصفة عم هذا الشباب لحسب تجربتي أنا 14 15 16 سنة هذي ربما المستهدفة كينا نسبة عالية كينا نسبة عالية مدرسين تلاميذ لا ما كيبقوش لأن شنو كيبقع لأن لأن العائلة اللي كقلو وظيفية كينا الأبوين كييراقبو كيتبعو كذا المدرسة كتمشا كمشي كيتمشا أحيانا المدرسة ما كتجوبش على الحتياجات ديال التلاميذ الأسرة كتكون بعض المرات ما عنداش الإمكانيات الآليات بتقدر تقوم بالضبط هنا بالضبط يعني دكتورة دي المراقبة ربما المشاهدين الأباء كتهمهم هذه النقطة هذه بالذات يعني هاوما كما تفضل دكتور جلال يعني كان وحد المراقبة كان وحد تتبع داخل البيت ولكن كيف تصل إلى داخل المؤسسات تعليمية لا لأن المراقبة كان المراقبة وكان التجسس ماشي نفس الشي أنت عندك مثلا وحد الأبن مراهق تحترم له الفضاء دي وتوحيله بالثقة في النفس إلى أخير وتفهم مراهق يمر من مرحلة عاويسة لأن المرحلة المراهقة هي لقاء الطرق إلى أخير فكي نصع فترة انتقالية عظيمة كي يواجه كمراهق كي يواجه واحد المشكل الهوية الجنسية الهوية دياله في المستقبل كيف عايكون الاهتمامات دياله وانشغل دياله بشكله ربما المخدرات كتجي في حل هذه المغامرة داخل الفترة المراهقة كي نعنده الحب باش يقفز على القوانين على القواعد كي نف المراهقة حب المغامرة كما قال يعني كتجي كتجربة مغامرة في الأول وموقعتها شي حاجة ولكن في بعض المرات بعض منهم كي يكون عندهم محل بالعاد والضغوطات يلحتا درجة كي يوقفوا عليها وكي يمشوا فيها وكي نقزوا من هادين هادين لأنها ماشي لأنها سهلة مثلا هنا عندنا كي نبعد الوحدات مثلا ديال الاستقبال في الشمال غير كافية ماشي مجهزة لأنها خصة تمشي مرتبطة مع التدخلات على مستويات اجتماعية واقتصادية وسياسية ودولية لأنها مبقاش فقط المشكلة الوطنية نعم طيب دكتور جلال توفيق قبل يعني أن نطلع فاصل فيما يتعلق من جانب النفسي الجانب النفسي يلعب دور كبير ربما في الوقاية وفي تعاطل ديال هاد المخدرات إلى جانب مثلا المراقبة ديال الأبوين إلى أي حد ربما هاد المراقبة ديال الأبوين داخل الأسرة تقدر تكون حاجز واقع ضد هاد المخدرات لا يمكنش نبدل المراقبة بالمصاحبة أحسن ولا أجمل من هذا لا هو كان خاص المراقبة والمواكبة والمصاحبة والاستماع وكل وحدة يعني في مجالة كل وحدة مهمة جدا أخي الكريمة كما قلت قبل كان هناك ما كانش سببية قبل كتاب المسببات والأسباب نحيض هذا المفرد من الحديد نعلم السببية في العلم في الطب ولا فعل مابيداميولوجيا مامانيتا مانيتا وجود سبب وجود الحالة وبغياب سبب تغيير الحالة هذا ما كيتطبق ما كيتطبقش على الإذمان لأنك بزرد الناس اللي عندهم مراقبة تماما بالآباء دلهم معندوش مشكلة إذمان كبزرد الناس مراقبة وعندو مشكلة إذمان لك شانش هادو عوامل كما قلت لك أنا هذه العوامل عوامل كين عوامل العرضة وعوامل الوقاية من يكون عوامل العرضة أكثر من عوامل وقاوي يكون احتمال أكثر شيء بالضرورة احتمال أكثر أن الطفل يتعرض لمخدرات مرجع القادة للأباء مرجع الأمور النفسانية الأباء دي لهم خصوصاً أنا أسف شديد لا يقع في المجتمع المغربي دراسات كتبية وإخوة أميناك تعفض الأمور بأنه يتمع الموليتورين وخصوصاً يعني الأبوي الأسف شديد لم يكن أحد المصاحبة ومواكبة دين الأباء لا تتعرفون الأمهات الأباء المراهقين دي لهم لا يمكن أن نعمم لأنه يسمح من المشاهد الكريم أنه يتعرفون في القهاوية حتى العشرات الليل ويدخلون لا يرى دراديهم لا يتبعون لا يعرفون بعدما يعرفون ما يمكن أن يكون سبب بالنسبة لكل شيء لا لا يمكن أن يكون أقول لك أنا من العوامل يعني وقد أنه يكون ما شيء عامل بالنسبة لنا ولكن يكتر من الاحتمال يكتر من الاحتمال النقص من المصاحبة والمواكبة الأبوية يكتر من الاحتمال أولاً بعدها الأخت الكريمة قد ما كان ندعمه الحب دين نفس دين الشخص قد ما كان ندعمه أن القيمة دياله لا تكون مرهونة بما يقال عليه وبأراء الآخرين أكتقاف النس أكتقاف النس أكتر من أن القيمة ديالك قد تكون مرهونة قد تكون دايزة قد تدز من خلال الآخر الآخر نعم قد ما تقدر تقول لا لأن هذا المخدل يتعرض عليك صحيح واحد شخص تكون هش وتيجي واحد واحد القارين دياله تقول له واشتين تايا أنتما لما تسمح للمشاهد كريم ما في الدكش مثلا وما تماشي راجل إلا ما كميتش إلا كان هش لنا الأخت الكريمة هذا اللي هش كيبغي تيبغي أنا كيبغي يدير خاطر أخرين كيبغي دير خاطر أخرين باش يحس بأنه كيبغي وإنما كيشري ديك الصداقة ديالهم وكيشري وشكيش بديالهم لا باش يعتقيم نفسه لأن هذا هو الحل الوحيد بنسباله باش يبغي الوجود دياله تأشيره وكأنه تأشيره للوجود الوجود تيتوجد من خلال يحب الآخرين له ماشي محلل حبه راسه ذاته نعم فهذا هو المشكل بكيكون هدك لبني الغلط هذا هو الخطأ الكبير فبعض المرات كيكي ما تقدرش يقول لا وكيمشي في ذك ما يسمى بتجارب الأوليان وينساق ربما هنا ينسيق إنسيق إنما كين هناك كما كتلك في ذك الانسيق كين عوامي أخرى نعم اللي كتجعل عندك الانسيق يتكرر وعوامي اللي كتجعل تكرر الإفرات وعوامي اللي كتجعل إفرات الإدمان بالنسبة للعوامي اللي كترجع للانسيق الأولي يكون تكرر وهو أولا حصولة الولوج المخدر نعم واحد الولد مثلا اللي عنده سنأتي لها النقطة ديال كيف ربما يحصل هذا الشخص أو تلميذ أو الطالب على المخدر استسمي حكومة يعني سنطلع فاصل مشاهدين وبعد ذلك سنعود لكم لنستكمل النقاش دائما في برنامج بصراحة لا تذهبوا بعيدا إذن نرحب بكم من جديد مشاهدين على قناة ميدي أنتفي ودائما أنتم في ضيافة برنامج بصراحة مشاهدين الإدمان على المخدرات له تداعيات على المتعاطي لها لنتابع هذه الشهادة مشاكل الخلقية الإدمان بصفة عامة في الحياة ديالي هو والدي فقدو في الشيقة الناس دين علي نظرة خائبة المجتمع بصفة عامة كدلك واحد من نظرة خائبة بأن كان شاية كشكون مدمن مكعرفوش بأن المدمن بأن إنسان معرد يقال لك يستعمل أي حاجة من المختراج يحاول بعد واللي بدأ فيها اللي الله بدأ فيها كانش منها من ربي يبعدوا عليه وبعد عليها هو برأسه هلاش حشتش كله كيف قد فيك تشيقة وكيف يحطك في واحد الصورة اللي خائبة ما بينك وبين والديك وبين المجامعة وبين الناس لأن هذه شهادة المتعاطي كان في السابق متعاطي للمخدرات دكتورة ما تعليقك على هذه الشهادة أولا هو على أن عنده الإحساس على أن كينا ذيك وصمة عار اللي كيحط للمجتمع إحنا كنساهم باش كندفعوا شي واحد من خلال العلاقات دينا باش ندفعوا شي واحد على أن نهد لأن إحنا كمين مسؤولين باش كندفعوا مثلا هذا التبعية لأن كيف قد سيطر على نفسه كتولي مخدر مستعبة من طرف لا ومن بعد كنضوا وقلوا لأ إحنا عنا جوج الحاجات إما كنقلوا الخطيلات لأنه يوصل لحد لحظة لا رجعة فيها صح أنا أظن هذه مهمة التي يمكن تبعها اعتبار على أن مرض وعلى أن وحدت لاستقبال علاجية غير كافية وعلى أن العلاج يكون ينتلق من الوقاية من برامج متعددة كما أشار وقال من مكافحة على مستوى سياسي ودولي واقتصادي واجتماع اللي بغيت إلا لم يكن هذه المجموعة كثول في الحقيقة لم يكن فيه كافية غير أماكن لاستقبال نعم دكتور جال توفيق ربما قبل الفاصل كنا نتحدث عن كيف تصل هذه المادة للمتعاطين خصوصا فيما يتعلق بالمتمدرسين للتلاميذ يعني استغار ربما لسنة 14 سنة 15 سنة طلاقا من هذا الشيء هذا ونربطه سؤال أولا أولا أختي الكريمة مرة أخرى كي تشرف المغرب أن يكون عندها أبحاث في الميدان لأن المغرب من خارف ما يسمى بأبحاث مدس باد واللي هي لو تقول الصيغة المغربية اللي ما يسمى بأبحاث إس باد اللي كيدرها أوروبا من 1997 في المغرب كيف تأخر بالقالية واللي كيدروا أبحاث عند 15 سنة في التنويات ونالك نشكر وزارة الصحة وزارة تعليم التربية الوطنية عفوا اللي كتحنى لأبواب المؤسسة لكي ندرو هذا كيف يبين هذا البحث هذا كيف يبين أنه لكي نرجع القادية لكي نهضر على هذه الحلقات كيف يبين كما قلت بأنه المشكل هو بعض العوامل البيئية مثلا 30% الكريمة للطلبة للتنويات تعرضت عليهم على الأقل مرة وحدة في حياتهم المخدر بجوار المؤسسة هذا هذا مؤشر خطير جدا لا لا نحيضه خطير لأنه كيف بلدان أخرى ما كتر ولكن أخي كريمة أنا متفق معك متفق معك بس نتعاملوا معها بوحد النوع من الجدية من الجدية صح كي مثلا دول ذات موسمة بلدراج فريزونس اللي هما المناطق الخالية مخدرات بجوار المؤسسات للعقاب فيها على المرويج أكثر بكثير متعاطي لا أكثر بكثير من إلى كان خارج مثلا تقولوا إلى بعتي في 30 مترو أو 200 مترو أو 200 مترو بقرب واحدة مؤسسة عادما تأخذ عامين تأخذ خمس سنين يعني تجريم ديالها تكون أكثر من إلى تجرتي بعيد على المؤسسة فهذه ما بين الأمور اللي قاموا بها بعض الدول إيران كما قلت لك حصول الولوج هذا كافي لا 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 سهولات لا 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 معمر ما ناخده معمر ما ناخده حل واحد ونقوله كافي نعم حلول يعني شاملة لمشكل شاملة وجهات ومشكل شاملة لأنه مشكل معقد كما قلت لك سهولات الحصول والولوج المخطية إذا كان لديه الكوحول في الدار ديال أبو ديال أو ديال سهلت عليه كان مثلا شاف مثلا الخوة تيكمي الحشيش وعنده في البدال كانت سهل عليه الصديق ديال أقرب صديق لو تيكمي سهل سهل كما قلت لك الدغوطة ديال أقران نعم مثلا الهضر المدراسي مثلا المشاكل العائلية نعم مثلا بعض المرات إحبطات نفسية إحبطات نفسية مثلا الاكتئاب عند المراهق مثلا فشل عطيفي الخوف والهالع عند المراهق بعد انتكاسة المراهق التي تعطي إلا كانت هذا شيء زيادة على مثلا كما لك سهلات الحصول إلا عندك الفلوس في الجيب ديال مثلا عن الفلوس بزاف كان بعد الأباء في حالتي يعني ما كانش الفلوس ركي ربما كيتجهو كيتجهو الصريقة كيتجهو حب ديالهم الولاد هم بالفلوس ولا مثلا راحة ديالهم الفلوس إحساس عدم نمى المصاحبة كيعوضوه باديل كباديل هذا شيء كما قلت لك بزاف دي العواميل اللي كيمكن تجعل واحد وزيادة على منساوش كما قلت لك مرة أخرى الهاشاشة النوروبيولوجية بعض المرات الهاشاشة الورائية والويراتية لنعطيك مثال نعم مثال واحد الشخص اللي باه عنده إدمان على الكحول إلا تعرض الكحول كيولي عنده 17 مرة الاحتمال ديال أنه وصبح مدمين على الكحول و17 مرة أكتر ضعف من ساكنة العامة إلا مثلا عندك إلا عندك واحد لأب مثلا يكمي سجائر وتتعرض السجائر كيولي الاحتمال ديالك مكتون لمدمين على السجائر وصبح هذا المرات ساكنة العامة نعم احتمال أنه كنت عنده الإدمان لأن هناك انتقال الهشاشة الوراثية أيضا نعم طيب دكتورة فيما يتعلق يعني نرجع القضية للتداعيات ونعكسات كما جاءت في الشهادة ما هي التداعيات ربما التي تكون قدر صحية نفسية اجتماعية ربما قدر حتى على المرضودية لأنها فيها الجانب البيولوجي وفيها الجانب النفسي وفيها الجانب تضاوف في الصحة الإنسان على عدة مستويات العزلة دياله الخروج دياله على السلك العادي اللي كيخصو يكون فيه كيشباح كيقولولو الجونكي كما كيقولولو يعني ما يعني صفي كنوصمه وكنحطه تمه كيبقى مهمش نعم إذن هذه بالنسبة وسمة عار يعني تصاحب هذا الشخص داخل الوسط لا كيصاحب لا هذا كيصاحب هي حريجة لأن أنا مع الأستاذ لما قال قال أن الأباء الأباء يعني ضمان دياله من واحد نوع للإستقرار اختحام الفضاء ديال المراهق يدخل له باش يقدر يكون قريب ماشي باشي يكون في حال صحبه كما نقوله ماشي صحبه نعم ويحافظ على السلطة دياله كأب والسلطة ماشي هي السلطوية ويتبع لأن احنا بمجرد لأن هناك هناك كذلك الحسب لك اللاحظ كنا يعني المخدرات الكيميائية وكنا المخدرات غير الكيميائية كالإنترنت والهاتف النقال والجينس وإلى آخره والناس كيكونوا سعداء لما كيكونوا الأولاد دياله منطوين في الغرفة كانهم مطمئنين أنه داخل البيت وليسك شارع لا بغا إذن ما كعرفوش شونه كيعمل في ديك الحالة إلى آخره وزيادة على أن هذه المشاهدة لبعض الأشياء التي تؤديها على أنها تهيجوا لكي يفتش كذلك للمخدرات طيب دكتور جلال توفيق في هذه السياق لتدعيات أكيد خبرتم بعض الحالات داخل المستشفى وصفوا ما هي التدعيات التي تقدر تحصل لذلك الشخص المتعاطير المدمن ما هي المتعددة جدا أولا ما نخلطوش الأخت كريمة ما بين مرة أخرى ما بين استعمال الضرفي والاستعمال الأولي والمتكر اللي تكون ما بين 12-13-18 سنة والإدمان اللي يجي بعد في الحياة يعني الإدمان يجي بعد الإدمان وخصوصا عواقب الإدمان وتابعات الإدمانية خطيرة كدي شوية متأخرة في الحياة خصوصا ما بين 18-27 سنة ما بين 18-27 سنة إحصائيات كتبين بأن هذا هو أكتر الفئة أكتر عرضة للإدمان ما كنا نعرفش على تعاطي المخدرات أو لا استعمال المخدرات للإدمان يعني هذه المرحلة الأخيرة مرض مرض مزمين أولا بعدها أول أول مثلا نعطيك مثال أول استعمال الحشيش أول واحد أول استعمال يمكن يدي ما يسمى بالهالة على المرض واحد الشخص اللي عنده أهلية أنه يكون عنده مثلا اللي عنده صوابق عائلية دي الخوف أو لا دي ما يسمى بطابع الخوف اللي التمبرام استعداد ربما هذا كاستعداد استعداد إلا استعمال الحشيش يمكن يجي الهالة على المرادة والي حيات يكون لها في نوابات الهالة على المرادة نعم تانيان نسمى بعض المرات بالحالات الدهانية التانوية نستعمال الأولي للحشيش ومشي تمكنك الناس واحدة ياخد ثلاثة أربعة عادية لا يمكن من نهار للول يدير واحد حالة دي النوابات حادة دي الحالة الدهانية خطيرة واللي بعد منها يمكن يدخل في مثلا في مرض سكيزوفرينيا نعم اللي هو كيواللي مرض مزمن واللي كيواللي تيواللي بينه وضعره هذك التعاطي المخدرات واللي حشيش تانيان تانيان الأخت كريمة كما قلتي كين هناك يعني الاستعمال منساش بين الحشيش حتى ناخده مع القارو فكين هناك يعني الاستعداد كان وجدوا رسنا لسرطانات دي الحنجرة ودي الريئة ودي الليسان للأخير كان وجدوا رسنا مثلا بزاف دي بزاف دي التابعات ليها جسدية بدنية وبزاف دي التابعات ليها كما نقول عقلية ونفسية بزاف دي التابعات شوف مثلا الظهر الهدر المدرسي يعني مثلا الترك المدرسة نعم بنسبة للناس اللي عندهم إدمان شوف مثلا العنف العنف والسلوكات العنفة والسلوكات الهجومية شوف مثلا حتى الناس اللي يدخلوا في متاهات مثلا دي القروض باش يمكن يشريوا المخدر دي لهم شوف مثلا الناس اللي عندهم اللي يتعطون المخدرات عبر الحقان ولي كي مثلا احفظ كي تقاسوا بالإباتيتسي بالسيدا شوف مثلا مرض حتى مرض السل نعم مثلا الناس اللي يتعطون ضعارة باش يمكن اللي يحصلوا على المخدر دي لهم الناس كمتلا يصرقوا ويدخلوا ويدخلوا في الإجرام ويدخلوا في الحيثيات دي المتابعة وذلك اللي كي يكلف الدولة لا شي غير هما هما مواطن اللي كنضيعوا فيه فيه مواطن مواطن صالح المردودية كيولي مواطن الأسف شديد مرضودية فرضية ومجتمع ككل تولي مسجون تولي الأسف شديد منعزل على المجتمع من كيخرج مهماش تيضع في حياته تيضع في سنوات وزيد على هذا يمكن يخرج من السجن إما أكثر مثلا الأسف شديد إجراما إما يدخل في متاهات أخرى فهذه التابعات نفسية عقلية جسدية اقتصادية عائلية مجتمعية على كل مساويات نعم الطيب دان مشاهدين للإدمان على المخدرات علاجات ونهاية المطاف عندما يكون المتعاطي راغبا في الخروج من متاهات التخدير لا يمكن أن يكون إلا سعيدا إليكم هذه الشهادة الأول شي يكون عندك لأموك ما أبقى تبقى تدري يجي تصفالك من دم تحس براسك في الأخير أنك لا يجب أن تكون أخيرا لأكل نفسي يجب أن يكون مستعدة ونحن يكون مستعدة لأنه يجب أن تكون مستعدة ونحن نفسي كما فيه ثم نحن نفسي نحن نفسي نفسي لذا كتفيته بساف تتخذينهم تتلهي بيوم نهار إذن ربما تودين التعليق على هذه الشهادة نبدأ معكم دكتور جلال توفيق الأخت كريمة قلت واحد الكلمات التي يجب أن يكون راغبا نعم لا شيء بالدرورة هذه أمور لي قديمة للأسف الشديد لأنه حتر رغبة يمكن أن يخدم عليها كيف يمكن أن نميها كيف يمكن أن نكبرها يجب أن يكون على الأقل ألا أتقول غير لي قربوا منك بالنسبة للمهال المحترف غير ذلك المودمين خطوة وعيدة خطوة وكتعود معها هنا الأخت كريمة كي العلاجات أريد أن أكدروا حاجة المهمة مرة أخرى وكنشكرك جزيلا شكرا لاختيار هذا الموضوع هذا المرض وكي جميع الأمراض صح aan المواطن المغربي اللي عندهم هذا المرض هذا هو مرض الإدمان نعم ندررش دعُ Urb واستعمال الضرفي لا ندرسه على الإدمان نعم نا كندرس الالاج كندرسه على الإدمان لهو مرض الباقي الأخول يعني ندرسه على الوقاية هذه علاج استباقي لي حلاج استباقي هي استباقي للأمور وتدخل استباقي نعم نعم طيب قبل ما ندخلو على العلاج عندي واحد فيما يتعلق بالعلاج معكم دكتور جلال توفيق يعني الطاقة الاستيعابية دي المستشفى الرازي هذه عارة رجع لك لأنه ضروري أن نلقيوا عليها الضوء قبل من معكم دكتورة فيما يتعلق براغبا يعني لك أيضا ربما تعليق حول هذا الناع نعم نعم لأنها كنت دخله في تناقض احنا قلنا الإنسان يعني بيولوجيا واجتماعيا وكذا أفقد لأنه لما يدخل في الإدمان كتصبح تبعية وديك تبعية كتنقلب ما كتخلي لهش ذك الرغبة لا كي ننزلق ما بقاش هو كي حكم في المخدر صباح المخدر كيتحكم فيه عبت وصعبت لو ما عندك شي رغبة حيث احنا عندنا متدولة في المجتمع دينا ما عندوش الإرادة ما عندوش رغبة ما عندوش في حين على أن هادك الإنسان اللي قالوا كيفاش يمكن هذا على المستوى البسيط الفردي لأنك عدة عندك حالات دكتورة كيجون عندك حالات دينا المتعاطين لديك حالات ما عندي شي بزاف ما عندي شي بزاف لأن ما عندي شي أنا كتجيني حالة بطريقة غير مباشرة كيجيني المراهق في أحد المرحلة دي الخوف دي التهديد بالانزلاق اللي كتعطاني الفرصة أحيانا على أن مع الواردين تخدم ديك العلاقة يعني ديك المستوى دي الأب والأم مع بعض كمنظومة اللي ماش يمكن تصوق يعني ماش يمكن تتعلم ديك الولد وتدخل وتفرد واحد نوع السلطة اللي هي ماشي السلطة ويديك أقولها ولكن أنا اللي كان مغير نقول هي الرغبة ديك الرغبة حتى يكون شخصك تعاود التأتيت دياله من جديد نعم والتأتيت ديالك أنت معاه كمعالج واش أنت عندك النفاس ولا ما عندك شي هو امتحان حتى لنا كذلك كمتخصصي واشي كل شي عنده القدرة واشي عمل فهذه الحلقة دائرية كنت أهلنا وكنت أهله وقت نتأهله بجيوز طيب فيما يتعلق بالعلاج دكتور جال التوفيق يعني مستشفى الرازي يتوفر على صحيح لي إن كنت على خطأ على 176 سرير بينهم 22 سرير لنزل المدمنين على المخدرات هل هذا كافي برأيك يعني لعلاج وتأهيل ربما وإدماج الناس داخل المجتمع مقارنة مع الأرقام التي بدأنا بها نعم أخي كريمة أولا المركز ديال الرازي هو مركز اللي هو معروف على السعادة الوطنية لأنه كان مركز مرجعي كان هو أول مركز في 1990 نعم وتشير في 2000 وركن ماشي والواحيد في المغرب كين مركز أخرى الحمد لله ركن دابا تقريبا 15 ولا 16 مركز في المغرب نعم مؤخرا يعني في هذه السنوات الأخيرة كان هو الواحيد مدة سنين كان هو بوحده مدة سبعة سنين كان هو بوحده يعني كان ممكن أنه يستوعب لا 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 مستحيل مركز في 22 سرير أنه يستوعب أولا بعدها البرامج ديال العلاج وإعادة الإدماج إلى أخرى وإعادة أهل المدمين رامشة بالضرورة أسيرة نعم كان في هالبرامج الماشي بالضرورة أخص في هالإيداع ديال المدمين كيف يمكن أن يكون علاجات خارجية كيف يمكن أن تتبع إعادة أهل الأخيرة لكن برامج مختلفة جدا ما نحكموش على عدد الأيسيرة باش من خلالها نحكموه على النجاح عادي الوحدة برامج جلالة باش أولا الكل يعني يلتزم بهذا المراحل ربما اللي قبل أشرتي أنه كتر من أربع مراحل في العلاج كين تحديد ديال حالة المدمين إزالة السموم إعادة تأهيل لا ما كيش إعادة تأهيل لا ما كيش إعادة تأهيل ليست هذه المراحل اللي هي كتلتزموا بها في الداخل هذه المراحل لا إلا فهمنا كيفاش ما هي ما هي اللي بغي تقول لا تخاجك تواغ ولا السيرورة ديالإدمان ما كيش ندخلوا في رأسنا بأنه ورخص يكون هذه المراحل هذا مقطع لأن المدمين اليوم يمكن يقطع ما محتاش يجي عندك الإقلاع وغداجين تيكاسا وتاخدوا باش يكون في ذلك اللي ما يسمى بمرحلة الإقلاع وما يقلعش يمكن مثلا تخرجوا على أساس أنه مثلا تخدمها في حاجة أخرى ويكون ما ممكنش ندخلوا المدمين يخصوا أولا واحد تقييم لما يديروا إلا الناس لديهم واحد الإلمام كبير طبيعة الحال ذاك شي علاش وهنا فين كنت نرسخ الأمور كنت ندعم لمقرة الأخت أمينة أنه تقيل لدي الناس هدو كي يكون تهيئ أكاديمي على حق وطريقه والحمد لله المغرب الآن كين في أولا جوج ديبلومات لا مهمان لنفتق العلاج أنا علاش نقولك شي في جهة ديبلومات لأن المقد أدرك نعم آه سمح لنا العلاج كين كما قلت لك نسمو أهالي يعني شفي الإقلاع إلا بغنا نقوله نصنفه كين ما بعد الإقلاع وكين إعادة الوقاية من الانتكاسة وإعادة تأهيل ولكن هذا المراحل كما قلت لك الربعة رمشي بدرورها كذا مقطعين نعم إذن ربما كتداخل هذا المراحل كتداخل وبتقنيات مختلفة جميل كتقنيات دعم دعم الإرادة إلى أخير طيب نختم بعض دكتور برقاش يعني فيما يتعلق بالوقاية هي كما تفضل دكتور أنها سباق لا أنا قلت على أن في الحقيقة الوقاية لا يتجزع من برنامج علاجي مركب الشمولي دولي عالمي إلى أخير يعني كينا المتجرة فيه وكينا نغير فيه صحيح وكينا كذا وكينا كنتقل من مكان إلى مكان إلى أخير أنا فقط يعني آخر التفكير كي يجيني يعني أن مقولة ديال فرويد في الماليج دالا كولتور كي يقول على أن الإنسان عنده ثلاثة مصادر المعاناة كينا المصدر البيولوجي نعم هي الأمراض والخوف منها إلى خيره كينا المصدر ديال الزلازل الكوارث الطبيعية وكينا المصدر المعاناة فيما يهم العلاقة بين شخصية نعم هذا هو أسمى أسمى مع الأسف يعني أصعب لأن الإنسان عنده مشاكل وقلق وإحباط وكذا وهذه اللي تخليه يعاني أكتر وهذه يخصنا نعطيها في التغاطب لما كيكون فعلا المستوى الحميم الشخصي نقدمها القدرة وأعتدر منكم لأنه كان مازال ربما الحديث فيه بقية وفيه محاور كثيرة لكن الوقت أدركنا شكرا جزيلا لكم دكتور أمينة برقاش على كل ما تفضلت به السكر موصول أيضا لدكتور جلال التوفيق على كل هذه الإضاءات يعني كان حوار صريح جدا في هذا النقاش من برنامج بصراحة إذن إلى هنا أصل معكم مشاهدين إلى ختام نقاشنا نلتقي غدا في نفس الموعد اتداء من الخامسة مساء انتظروني مع كامل محبتي محبتي